أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مرآننا يروي الفضاء لقصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بها دي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشعر سناها قبال من فهم المقاصد واستقام في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقاق وقرأ بها خبر الحياة مواعظة وفهم بها سبل السعادة والعظى ومر على أثر لها متدبرة سنن الإله على حوابك من مضى تلك الشواهد لن تزال تدلنا إن ظلمت طرق وضل دليلنا آياتها ولتتشغى فقلوبها كالنور يقترق السماء بلعنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج وأسأل الله أن يكون تواصلنا على طاعة الله عز وجل أهل قريش جاءوا إلى اليهود يسألونهم ماذا نفعل برجل يسمي نفسه نبيا ويدعي بأنه نبي وكانت قريش تعلم أن يهود أهل كتاب فجاءوا إليهم يستعينون بهم على محمد صلى الله عليه وعليه وسلم فقالت اليهود سلوه عن ثلاثة أمور عن فتية ذهبوا في الدهر لا يدرى عنهم وعن رجل طواف في الأرض وعن الروح سلوه عن هذه الأسئلة الثلاث فجاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذا فقال أجيبكم غدا جاءوا في الغد إليه فلم يوحى إلى رسول الله فقالوا له أين الإجابة؟ قال أجيبكم غدا جاءوا في الغد ولم ينزل وحي على رسول الله في اليوم الثالث لم ينزل وحي على رسول الله ظل على هذه أيام أصابه الهم وبدأ المشركون الآن يكثرون من تشكيكهم في رسول الله وبدأ الذين أسلموا يصيبهم الهم والحزن كيف لا يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأسئلة حتى أنزل الله عز وجل على نبينا يقول له وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يعني لا تقول أجيبكم غداً إلا وتقول إن شاء الله استثني فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أجيبكم غداً نزلت الإجابة أما الفتية الذين ذهبوا في الدهر فهم فتية آمنوا بربهم أناس شباب يقولون كانوا من أبناء الملوك في ذلك الزمن أبناء الملوك والقرية كانت كافرة بالله جل وعلا كانوا يعبدون الأصنام والكواكب وغير الله جل وعلا أما أولئك الفتية فقد وقر في قلوبهم حب الله عز وجل والإيمان بالله جل وعلا وحده لكن الغريب لم يكن أحد من الفتية يعرف شيئاً عن الآخر كل واحد كتم إيمان في نفسه لكنهم شباب صغار والشاب إذا آمن بالله تعتمد الأمة عليه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى في يوم من الأيام كانت القرية على موعد في يوم عيد تقديم القربان والآلهة للأصنام وللمعبودات من دون الله جل وعلا طلبوا من الفتية أن يكونوا معهم فاعتذر كل واحد منهم لا أريد كل واحد أعطاهم عذر حتى لا يخرج معهم خرج الفتية من قصورهم كل واحد خرج من قصرة وذهبوا إلى مكان في ظل أشجار كل واحد استند إلى ظل شجرة إلى جدع شجرة هذا جلس وهذا جلس يعرفون بعضهم أبناء ملوك لكنهم كل واحد أخفى في قلبه الأمر عن الآخر فجأة قام واحد منهم قال أيها الناس يا قوم يا أخوتي تعلمون أن ما يفعله قومنا شطط وضلال وليس بحق وأن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق الكون هو المستحق للعبادة وحده نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله يقول فتية ما كانوا كبار صغار في السن لكن القلوب حية لكن العقل لكنه الفطرة السليمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ماذا فعل ابن عباس الفتاة لهذه الأمة ماذا فعل عبد الله بن عمر الفتاة لهذه الأمة ماذا فعل ابن أبي وقاص الفتاة لهذه الأمة فتية الصحابة ماذا فعلوا لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الدين على أعناقهم وأكتافهم فتية لكنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا قام أولهم فقام الثاني أيده قام الثالث معه قام الرابع معه ما الذي جمعهم في هذا المكان الواحد أرواحهم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أرواحهم كأنها تجمعت فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين شوف كلامهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ما أعظم هذا الكلام وما أجمله من شباب موحي إليهم وما أرسلوا وما أنزل عليهم كتاب لكنها الفطرة السليمة والعقل السليم تركوا قصورهم تركوا خدمهم تركوا أموالهم تركوا مناصبهم ما يبون شيء قال أحدهم وقال الجميع أن قومنا في ضلال مبين وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله انظروا إلى العزلة لما الإنسان مقادر يغير قومه مقادر يغير مجتمعه وخايف على نفسه أنه ينفتن في هذه البيئة يعتزل أول شيء يحاول يغير شيء ثاني يثبت على دينه خاف أنه لا يستطيع أن يبقى على دينه وربما يتأثر يعتزل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله طيب يا رب وين الروح فأو إلى الكهف هناك في ناحية القرية والمدينة جبل الجبل فيه كهف نترك القصر نترك الفرش نترك الحرير نترك النعيم نترك بيوتنا الجميلة نترك حياتنا السعيدة نترك كل هذه النعمة عشان نجلس فيه كهف نعم شفتوا هذا الكهف الله رح ينشر لكم فيه شيئا آخر مو أثاث أحسن من الأثاث مو حرير أحلى من الحرير الله رح ينشر لكم فيه شيء لكن ادخلوا الكهف وانظروا فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ادخلوا إلى الكهف واستلقوا فيه فليس فيه سجاد وليس فيه حرير وليس فيه وسائد وليس فيه نعيم من نعيم الدنيا لكن فيه رحمة من رحمات الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فإذا بهم من شدة التعب كل واحدهم لما جاء إلى الكهف استلقوا مباشرة أول ما وضعوا رؤوسهم ناموا مباشرة ناموا وما كانوا يعلمون أنهم لن يستيقظوا إلا بعد ثلاثمائة عام وتسع سنين تسع قالوا أن الحساب كان عندهم بالشمس والحساب عندنا بالقمر فالفرق من ثلاثمائة سنة زيادة تسع سنوات بالهجر أو بالقمري قد يكون هذه هي الحسبة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسع شيء غريب أليس كذلك كم جيل راح تسعة أجيال جيل بعد آخر جيل بعد آخر وهم يظنون أنهم لبثوا أقل من يوم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أول النهار وآخر النهار وسط النهار ما في شمس عشان ما تحرقهم شمس أول اليوم وشمس آخر اليوم مفيد للجسم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين عند الطلوع وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال اليوم حتى الأطباء ينصحون بالتعرض للشمس أول اليوم وآخر اليوم وسط اليوم لا الشمس خطرة وترى الشمس إذا طلعت تزاور شيء بسيط أهل القرية بحثوا عنهم ما وجدوهم بحثوا في الطرقات اختفوا بعد شهر شهرين ثلاث سنة سنتين خلاص فقدوا الأمل فيهم الشمس تطلع أول النهار آخر النهار ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يتقلبون ليش يتقلبون أول شيء عشان إذا رأاهم إنسان إذا شافهم واحد يظنهم أحياء أنهم نائمين عادي ما يظن أنهم كالأموات الشيء الثاني لأن الجسم إذا ظل على حاله فترة من الزمن تآكل الأرض تأكله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الله عز وجل يقول كأنك تشوفهم أيقاظ حتى قيل في بعض التفاسير أن أعينهم كانت مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكان معهم كلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله جعل عليهم هيبة حتى إذا رأهم سبع أو حيوان أو إنس خافهم وهرب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ضرب الله على آذانهم ليش؟ لأن النائم يسمع شيء الوحيد الذي يشتغل في جسمك العين ما تشوف لكن الأذن تسمع لهذا ضرب الله على آذانهم حتى لا يستيقظوا لا يزعجهم شيء هدوء وسكون تام ماذا حصل لهم؟ وماذا حدث في ذلك الكهف؟ وكيف استيقظوا؟ ومتى استيقظوا؟ وما الذي حدث بعد استيقاظهم؟ وكم عدد أولئك النفر؟ هذا كله سيكون موضوع حديثنا لكنوا معنا بعد الفاصل قرآننا يلوي الفضائع ما يشعر سناها لك أن تتخيل الفتية في ذلك الكهف يوم الأول اليوم الثاني والكلب على حاله عند باب ذلك الكهف يخيف كل من يقترب منهم والفتية يتقلبون والشبس تأتي تزاور عندهم أول النهار وآخر النهار ومن رآهم ظنهم مستيقظين تحسبهم أيقاظا وهم رقود ويقلبهم الله عز وجل فجأة بعد ثلاثمائة وتسع سنين الأمم كلها تغيرت والبلد كلها تغيرت تسعة أجيال ذهبت وجاءت أجيال بعد أجيال فإذا بهم يأذن الله عز وجل أن يستيقظوا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ طبيعي الإنسان ما يحس تانا بيطول النوم النوم قصير ولا طويل ما تحس فيه لكن تدري أنك نمت واستيقفت قام وشاف الوضع على حاله الكهف ما يتغير التراب ما يتغير الجبل ما يتغير قال قائل منهم كم لبثهم كم نمنا قالوا لبثنا يوما صدقون من الصبح إلى الغروب حننا نامين شنو هذا شنوم هذا يوم كامل حننا نامين قال بعضهم لا لا ترى ما كملنا يوم ليحي ما غربت الشمس بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فإذا بهم يقول أحدهم نحس بالجوع أليس كذلك قالوا إيه والله هم يدرون ثلاث مئة وتسع عسلين نائمين يظنون أربع خمس ساعات قالوا نحس بالجوع ما رأيكم لو جئنا بالطعام قالوا سيكتشف أمرنا نحن هاربون الآن وإذا رأونا أهلونا وآباؤنا وأقرباؤنا مسكونا وأرجعونا إلى قصورنا وإلى دورنا وأجبرونا على عبادة أصنامهم لا نريد لكن الجوع أتعبهم قال ما رأيكم أن يذهب أحدنا بورقنا هذه طلعوا الورق يعني الفضة فلوس فلوس من فضة نقود معدنية من فضة قال يذهب أحدنا بهذه الورق بهذه النقود يشتري لنا طعاما يرى أفضل وأزكى طعام يشتريه وليتلطف يعني يمشي بهدوء بالسر يتخفى ولا يشعرن بكم أحدا ديروا بالكم روحوا بالسر اذهب واشتري الطعام وتعال ولا يراك أحد ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إذا دروا روبونا بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إذا رجعنا إلى ملتهم ما فلحنا أبدا إذا بالسر اشتري الطعام وارجع خرج أحدهم فإذا به يصل إلى القرية ما الذي يرى تخيل ثلاثمائة سنة ينظر إلى القرية كلها تغيرت البناء تغير الناس تغيرت اللباس تغير يمشي بينهم الناس تعجبون من شكله من لباسه ما علي من أحد الآن أهم شيئتي بالطعام وبعدين أخبر أصحابي بالذي رأيت الرجل ممستوعب شلي صاير ذهب إلى بائع الطعام قال عندك طعام قال خذ ما تريد قال تفضل أعطاه المال ضحك الرجل قال ما هذا المال قال أموالي نقودي قال أي نقود قال والله نقودي أنا قال هذه نقودك قال نعم قال تعالى معي فمسكه وذهب به إلى الملك فقال له من أين لك بهذه النقود أقسم له بالله أنها نقوده وأنهم اليوم خرجوا هو وأصحابه من بيوتهم وقصورهم وذهبوا إلى كهف ناموا بضع ساعات ورجعوا القرية كلها تغيرت قال من أنت ومن أصحابك قال أنا فلان ومعي فلان وفلان الآن خايف على نفسه يريد أن يتكلم الآن بالحقيقة ومعي فلان وفلان قال فلان وفلان والملك يعرف أن هؤلاء الفتية قد غابوا واختفوا قبل أكثر من ثلاثمائة سنة الناس تناقلت الأخبار وقصة من الأساطير والناس تعرفهم لكن اختفوا قال أنت وأصحابك موجودون قال نعم نمنا اليوم نمنا والآن استيقظنا قال دلنا على مكانهم فرجعوا وكذلك أعثرنا عليهم أول ما رجع إلى أصحابه ينتظرون الحيشن الأكل لما رجع إليهم قال يا إخواني يا أصحابي تعرفون ما الذي حدث قالوا ما الذي حدث قال نمنا أكثر من ثلاثمائة عام تخيئوا الصدمة الآن والقرية كلها تغيرت وذهب جيل وجاء جيل وذهب جيل بعد آخر ماذا تقول قال أقول لكم ما تسمعون فلما علموا جميعا أن وعد الله حق وازدادوا إيمانا مع إيمانهم وذهلوا لما سمعوا من الخبر قبض الله عز وجل روحهم مباشرة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها الناس لما رأوا أنهم ماتوا وضعوا عليهم الحجارة أغلقوا هذا الكهف اختلفوا في أمرهم قال بعضهم لنتخذنا عليهم مسجدا هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم قيل الذين غلبوا يعني أهل السلطة وقيل الذين غلبوا على أمرهم يعني الناس اللي ما عندهم أفهم قالوا لنتخذنا عليهم مسجدا ثم اختلفت الأمم في أعداد هؤلاء الفتية سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم اش دخل الكلب؟ صح أيوان نجس لكن الله شرفه وذكره في القرآن لأنه صاحب أهل الإيمان كلب لكن هذا الكلب لصحبته لأهل الإيمان شرفه وذكر وصفه وسمي في قصة أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا هذا هو الحق يا محمد وما عليك من كلام اليهود ولا من كلام أهل القريش ولا من قصصهم فهذه هي القصة الحقيقية نحن نقص عليك نبأهم بالحق لكن في النهاية قال لها الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ كَيْفَ نَجَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِتْيَةِ كانوا يعيشون بنعيم كانوا يعيشون بترف كانوا يعيشون بخير أبناء ملوك لكنهم تركوا كل هذا النعيم وتلك الخيرات وهذه هذه الخيرات كلها تركوها لمن وَإِذَا اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ أحيانا الإنسان يترك أصحاب لله عز وجل يترك بيئة لله عز وجل أليس هذا الرجل الذي قتل مئة نفس شكال له العالم قال إنك بأرض سوء أحيانا إذا أردت أن تتوب وأن يهديك الله ويتقبلك أحيانا يجب عليك أن تغادر البلد التي أنت فيها تهجر المسكن الذي أنت فيه إذا لم تستطع إصلاحه وخفت أن يفتنك أهله وتترك دينك من أجلهم أحيانا يعتزل الإنسان ويكون خيرا له وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم كهف كهف محش كهف مظلم كهف مزعج فيه هوام فيه دواب لكن من الذي حفظهم الله ينشر لكم ربكم من رحمته صار هذا الكهف أفضل وأعظم وأجمل من القصر نفسه ولهذا من قرأ سورة الكهف كل جمعة جعل الله له نورا إلى الجمعة التي تليها من قرأ هذه القصة ومن استشعرها وتدبرها حتى في زمن الدجال يعصمه الله عز وجل لأنه يفر من الفتنة يفر إلى الله عز وجل يعلم ويعتزل كل شيء يفرغ قلبه من الدنيا وملذاتها وشهواتها إلا الله جل وعلا قصة لفتية ذهبوا في الدهر أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها الفتية لهم شأن ما قال الله فتية إلا لكلمة الفتية لها شأن إنهم ليسوا رجالا عاديين وليسوا شيوخا وليسوا كهولا احرص احرص أيها الداعي على أولئك الفتية احرص أيها القائد على الفتية احرص أيها المصلح على الفتية احرص أيها الأب على أبنائك وهم فتية احرصوا على الفتية فإن الأمة ستتغير بهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته